تسع سنوات من الحرب جعلت جملة انتهاكات حقوق الانسان الصورة السائدة والبارزة في حياة الانسان اليمني الفين وثلاثة وعشرين المنصرم كان مسجلا لالفين وتسعمائة وخمسة وخمسين انتهاكا حدثت في مختلف محافظات البلاد اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الانسان ذكرت تضرر اكثر من خمسة الاف ضحية بسبب هذه الانتهاكات مشيرة في بيانها الصحفي انها وثقت مقتلوا اصابة ثمانمائة واثنين وثمانين مدنيا بينهم خمسة عشر امرأة وستة واربعين طفل ولان الانتهاكات الذي يتعرض لها المواطنون طوال سنوات الحرب لا تختصر على نوع معين من الانتهاكات فقد خلفت الالغام فقط ثلاثمائة وثمانية وخمسين ضحية منهم تسعة وسبعين طفل كل هذه الارقام من الضحايا فقط حصيلة لالغام الميليشيا المزروعة انتهاكات حقوق الانسان كلمة تحوي في طياتها مختلف انواع الاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان في اليمن المشتعلة فيها نيران الحرب العبثية تبرز اشد وطأة وتأثيرا على المواطن اليمني الذي تتلاقفه اياد الاطراف المتصارعة في البلاد ولا يدفع ثمنها الا هو من دمه فتتوزع الانتهاكات ما بين اعتقال تعصفي واخفاء قسري وقتل وتفجير حيث اشار بيان اللجنة الى انه تم تسجيل تسعمائة وواحد وثلاثين حالة اعتقال تعصفي واخفاء قسري ومائة وواحد وستين واقعة تجنيد اجباري للاطفال اللجنة نوهت الى ان النزول الميداني تم في محافظات تعز والحديدة والظالع ومأرب وحضر موت وشبوى وابين وذلك للتحقيق في وقائع زراعة وانفجار الغام واستهداف الاحياء وتجمعات سكانية وتدمير مدارس ومرافق صحية اضافة الى معاينة مناطق التماس والوضع الانساني للمدنيين